توجه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لعقد قمة القاهرة للسلام في هذا التوقيت العصيب كما رفض التهجير القصري للفلسطينيين لأنها جريمة حرب وخط أحمر لجميع العرب خلال كلمتي أمام قمة القاهرة للسلام صرح عاهل الأردن بأن العالم لن يحاسب إسرائيل على جرائمها وأن القانون الدولي يطبق بحسب العرق والدين وسيدير العالم ظهره إلى الفلسطينيين أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس على الدعوة لاجتماعنا في هذا الوقت الصعيد العصيب من أجل العمل معا وفورا على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا كلها الرفض القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم فهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا وعندما يتوقف القصر لن تتم محاسبة إسرائيل وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر